موسيقى طيب خليني هديلك مقدمة لن تخل بالسياق العام إلا إنه هتفهمك ضفنا العزيز هو واحد من أهم وأشطر وأبدع وأعمق الباحثين في مجال إن أطلقت عليه الإسلام السياسي أو الجماعات المتشددة أو الجماعات المتطرفة أنت عارفين أنه ضد دائما التسمية بناعة الجماعات الأصولية دي ده اختراع أمريكاني جدا كلمة جماعات أصولية فيعني أنا أدعوك برضو لنبذة المصطلح وراجل عارف وبيقول إيه بمنتهى الاتزان وبمنتهى الدقة ضفنا العزيز الأستاذ أحمد من منورنا شكراك أستاذ يصف على هذا ثنائي للعطر يعني ولا ثنائي ولا حاجة أنا بقول حاجة أقل من ما يجب أن تصف بي أنا كنت بقول في المقدمة أنه المسألة مش حكاية خيرة الشاطر المسألة هي إيه قصته مين هو خيرة الشاطر لو عاوزين نفهمه يعني ده ولد عمليا كان شيوعي تروتسكاوي سجن في 68 على خلفية إنه شيوعي تروتسكاوي دخل السجن في 68 خرج العكس تماما خرج يمين ديني متشدد إيه قصة يعني تحية لحضرتك وسعيد أننا يعني من التاقب هذه السنوات خيرة الشاطر في تاريخ جماعة الإخوان هو الشخصية الأخطر بعد حسن البنة بمعنى أن في استعراض كده لأهم الشخصيات التي أثرت في مسيرة هذا التنظيم سنجد أن حسن البنة هو كتب لوائح التنظيم كتب نظمه كتب رسائل المؤسسة الأدبيات الأساسية لكن ربما ما يستحق الاحتفاء في شخصية خيرة الشاطر أنه عجل بنهاية هذا التنظيم بمعنى أنه لو بزلت أهم قياداته يعني عشر ما بزلوا خيرة الشاطر ما وصلت إلى هذا المصير التحق خيرة الشاطر بتنظيم الإخوان في العام 1974 1974 هي الفترة التي شهدت حراك داخل الجماعات المصرية في ظل مساعر رئيس السادات رئيس الراحل السادات للعب ورقة الإسلاميين في مواجهة المعارضة أو الطيرات اليسارية والقومية هذه اللعبة كان في هذا الوقت في فترة 68 كان قبل فترة السادات زي ما حضرتك أكد اعتقل هو لسه طالب سغير 17 أو 18 سنة لأنه موليد 50 في هذا التوقيت كان توريتسكي بالفعل ينتمي لليسار المصري ويؤمن بمقولاته ومشاريعه لكن في أحد أصدقائه بعد ما دخل هو السجن ارتباطه أو تجربة لأتحتها السجون ولقاءه بالإسلاميين غيرت في نفسه بعض القناعات حتى أنه سك تعبير لصديقه الشيوعي قال فيه أن الأطر اللي هيوصلنا للحكم هم الإسلاميين بنفس التعبير وقالها هذا الصديقي اللي لا أذكر اسمه وأحد الشخصيات اليسارية المصرية في مقال شهير على صفحة فند وفصل هذه المسألة لما سألوا البعض إزاي خائرة الشاطر الشخصية اللي بخلفية يسارية اللي ينتمي للتنظيم الطليعي في مرحلة من المراحل يتحول هذا التحول فقال له أنا ما تحولتش ولا حاجة ده أطر هيوصلنا للحكم وهنركبه غواية التنظيم أو فكرة التنظيم السياسي العسكري المغلق الذي يدين أصحابه لقيادة ويسمعون ويطيعون لها بينما في معظم الطيرات السياسية تجد كل شخص قادر على أن تظهر ذاتيته يتكلم يقول رأيه ويحصل تداول الرأي إنما فكرة أن يكون هناك قائد وجنود يسمعوا ويطيعوا هذه الصيغة مش موجودة غير في البيوش النظامية وفي التنظيمات الإسلامية هذه الصيغة هي التي غوت خائرة الشاطر وربما زينت له أن يكون عضوا في هذه الجماعة وفي وقت مبكر اتغير الطموح العلمي والأكاديمي إلى طموح اقتصادي أو تجاري فبدأ يشتغل في التجارة وارتبط الطموح التجاري بالطموح التنظيمي داخل جماعة الإخوان واستطاع أن يسيطر على مقدرات التنظيم عبر حلقة ضيقة ممن يسمونها بالقضبيين يوم القضبيين القضبيين مجموعة تدين بأفكار سيد قد الانقلابية اللي هي بتؤمن بفكرة المفاصلة المسلحة مع الدولة ومؤسساتها والقفز على الحكم عبر انقلاب مسلح يختلفوا عن مجموعة النظام الخاص أو يرتبطوا نفسيا بالنظام الخاص في أن النظام الخاص الذي تأسس في العام 1940 رجاله كانوا في الفترة السبعينات خلاص في مراحل عمرية متقدمة وجدوا ضلتهم في هذا الفريق الجديد الذي يؤمن بأفكار العمل المسلح ويدين بأفكار سيد قد الذي أعطى نفس لأفكار التنظيم الخاص اللي كان حسن البنب يتكتم عليها حتى أنه كان بيعمل مناهج خاصة لرجال النظام الخاص تختلف عن ما يسمى بالتنظيم المدني للإخوان المسلمين لأنه كان عامل تنظيمين تنظيم عسكري مغلق سري اسمه النظام الخاص وهو اللي عمل عشانه رسالة سماها رسالة التعليم جه بعد كده مصطفى مشهور عمم هذه الرسالة رسالة التعليم على صف الإخواني في إطار عسكارة الصف الإخواني كله ده تزامن بقى مع لأن مصطفى مشهور كما تعلم حضرتك أحد عشر أساسه النظام الخاص فهو اللي اختار مجموعة من العناصر كان منهم خيرة الشاطر محمود غزلان محيد دين حامد صبري عرفة كان من برضه من النظام الخاص هم اللي كانوا نواة ما يسمى بالقضيين اللي سيطروا فعليا على تنظيم الإخوان بدءا من العام 1990 وكان أول يقظى من الدولة المصرية لهذا التنظيم الجديد في العام 1995 لما تذكر لما عملوا ما يسمي باجتماع مجلس الشورى اللي قضيت سلسبيل وكشفت وقتها وسيقة التمكين اللي كانت بتعكس رؤية هذا الفريق الجديد لعملية الانقلاب على الدولة المصرية والاستيلاء على الحكم استطاع خير الشاطر أن يسيطر على حلقة ضيقة من قيادات الإخوان هي التي أدارت التنظيم حتى وصوله إلى حكم مصر في 2012 بمعنى أن القبيين الجدد في إشارة إلى هذا الفريق الذي كان يتزعم خير الشاطر وكان من أعضاءه محمد مرسي محيد دين حامد محمود غزلان وغيره وكسر من شخصيات صف تاني أصغر زي مثلا أسعد شيخها زي أحمد عبد العاطي كل الشخصيات كل هؤلاء كل اللي كان لهم دور فاعل في المشهد السياسي من 2011 من 25 يناير حتى وصول الإخوان للحكم كانوا رجال خير الشاطر وكان خير الشاطر ياتهيأ للحكم لو لا أن لجنة الانتخابات أبعدته عن البعض يسأل هل لو كان خير الشاطر مرر أو وصل للرئاسة كان الوضع حيختلف عن الوضع بعد وصول محمد مرسي أنا أتصور أن كان السنع كانت هتبقى ساة الشعر يه أنه كان يعجل بسقوط سريع للجماعة لأنه من عجل بسقوط هذا التنظيم كان خير الشاطر استبدادوا بالقرار الحلقة الضيقة لأدارة الجماعة اهداروا لفكرة الرأي داخل مؤسسات الجماعة لعلّك تعلم أستاذ يوسف أن في قضية الدخول لانتخابات البرلمان المصري في 2012 كان السواد الأعظم من الإخوان ضد الدخول بأكتر من 30% أن ينفعش الإخوان يكونوا غير جزء من المشهد السياسي لأن يكونوا كل المشهد السياسي أو جل المشهد السياسي والكلام بخلع للتصويت داخل ما يسمى بمجلس شورى الإخوان 3 مرات ودي كانت أول مرة في تاريخ الإخوان أن يتعمل الاجتماع عشان يوصروا القرار فما يعجبش القرار خيارة الشاطر فيتعادل اجتماع للمرة التانية والتالت حتى يحظى برضا حتى أنه بقى خلال الفترات دي كان بيمارس شكل من أشكال الضغوط بالمال والضغوط النفسية والضغوط بالنقاش والتنمر أحيانا على بعض أعضاء وقيادات مجلس شورى ودفعوهم دفعا للإيمان برأيه أو اختياره هل التركيبة اللي على ما يبدو كيفما قرأنا أو تابعنا في أحوال أو شاهدنا أيضا في أحوال أخرى زي مؤخرا في شهر رمضان اللي فات خيرة الشاطر تركيبة واضح جدا إنها ميالة جدا للعنف شخصية حدة جدا وحدية جدا يعني إما أنا أو لا شيء بس التركيبة دي هل تستطيع التأثير على آخرين لإستمالتهم يعني أن إحنا كنا نسمع إنه في طيارين دايما جوه الجماعة سقور وحمائم أنا من أنصر ولا في حمائم خالص في القصة لكن مثلا كانوا يقولوا عن مرحوم عصام العريان إنه من الحمائم وإنه طيار الشاطر دول طيار السقور لكن وجدنا فيما بعد إنه دكتور عصام ومن ولا ذهبوا إلى صف خيرة الشاطر ووقفوا جميعا ووقفوا واحد هل دا كان بالإقناع وبالسياسة ولا بالتخويف والترهيب واحد زي ما كنا بنتكلم زي المهندس هيسم أبو خاليل بتاع اسكندرية كتب كتاب قد كده اسمه خيرط الشاطر المفتري علينا وأول ما تشاور له راح هل تشاور له ترهيبا أم تشاور له ترغيبا دا لنا ما بفهموش جوه هذه الجماعة داخل تنظيم الإخوان فيه ما نقدرش نقول سخور وحمائم لكن نقدر نقول بعض الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بأن يجب ممارسة السياسة داخل التنظيم بمعنى أن إحنا مش قادرين ناخد التنظيم في اتجاه معين فنحاول نمارس قدر من التقية حتى داخل الصف الإخواني مع هذه القيادات إلى حد أن أنت التنازل يبدأ ولا ينتهي يعني المثال لحضرتك ضربته أصام الأريان الله يرحب أصام الأريان كان عنده ميول إصلاحية بالمناسبة نحن نترحم على كل الموت كان عنده ميول إصلاحية هذه الميول الإصلاحية استضمت بالقضيين يعني منعوا ترقيه داخل التنظيم إلى حد أنه حجب عنه عضوية مكتب الإرشاد بفعل هذا الفريق تحديدا وإلى درجة أن محمد مهدي عاكف هدد بالاستقالة لو لم يتم تصعيد خيرات الشاطر لأنه كان يحوز الترتيب الأكتر في عدد الأصوات بعد محمد هلال العضو الأسبق فيه والمحسوب على النظام الخاص الشاهد أنه أنا حرجعك لموقف حصل والإخوان كانوا يقتربون من الحجب في 2012 حصلت انتخابات داخل ما يسمى بحزب الحرية والعدالة اللي وقتها كان الحزب بيتهيأ للحكم كان حاز نسبة كبيرة من انتخابات البرلمان 47% مع بقية السلافين كان وصلوا لـ 73% من البرلمان المصري في الوقت ده كان فيه تربيط بين القضيين على أن محمد سعد الكتاتني ييجي رئيس الحزب طبعا أي حد له علاقة بالسياسة داخل تنظيم الإخوان كان يرى جهود عصام الأريان في محاولة تسييس الجماعة وعمل بناء سياسي أو التحول لحزب سياسي وكان عنده علاقة بكل النخب السياسية وكان مقبول عنده مقبولية ما داخل الأوساط السياسية فكان هو الأجدر بخيادة حزب الحرية والعدالة وكان الأكثر قبولا لدى غير الإخوان يعني بالضبط من الليبراليين واليساريين والنصريين كان عنده علاقات قوية وعلاقات جيدة جدا وعلاقات جيدة بالإعلام كمان جدا فده كان يؤهله أنه يكون أنجح في إدارة زراع سياسي أو حزب سياسي لكن يبقى أنه عنده ذاتية لا يقبلها تنظيم والتنظيم لا يقبل بأي قدر أو أدنى قدر من الذاتية لذلك وليه اختار محمد مورسي تحديدا يبقى لأنه ما عندهش ذاتية خالص يعني هو راجل مسلم تماما يمين يمين شمال شمال باش مهندس قاله أنا يعني من هنا بحي الفنان صبي فواز لأنه استطاع أن يقترب من العالم النفسي صح لشخصية الرجل وإزاي إيماءاته ولغة جسده كانت بتعبر عن مكنوناته أنه حتى لو كان أداء وعظيم يعني لو فيه ذاتية مش حيسم التزامه التنظيمي لن يسمح لها بالخلوق شاهد أن هذه النوعية النوعية المفضلة داخل التنظيم أي حد عنده قدر من الذاتية على طول عجلة التارد المركزية داخل التنظيم التي يمسك بزمامها القطبيون تستبعده زي ما حصل مع أبنعم الفتوح مثلا أبنعم الفتوح عنده ذاتية يعني له شخصية أو له خياله الخاص أو رؤيته الخاص دكتور أبنعم شايف نفسه المؤسس الثاني للجماعة بعد حصل وأنه لم لمشاتها إلى حد كبير يحسب المراقبين أنه فعلا من أحد من ساعده على إعادة البعث أو إعادة البعث لهذا التنظيم فجيل السبعينات ده كله اللي كان عنده علاقات بفرقاء الساحة السياسية عنده علاقة بالسياسة برضه طلع في فضاء السادات اللي هو السادات كان فتح يعني فيه طبعا فجوة وسعى بين فترة الرئيس الرحل عبد الناصر ورئيس السادات كان دخلنا في يعني تعددية مقيدة ثم منابر ثم يمين ويسار يعني كنا بدأنا ندخل في تجربة ما صحيح فدي أتاحت حراك نقابي حراك على مستوى الأحزاب السياسية والقوة الجيل ده تشكل كان الجيل ده عنده مشكلة مع جيل النظام الخاص اللي هو لا يؤمن سوى بالعمل السري العمل من تحت الأرض أن التنظيم يفضل تحت الأرض حتى أن خيرة الشاطر كان لا يخفي أبدا حتى بعد يعني صعود الإخوان في أعقاب 25 يناير أنه هو مش سعيد بأن تنظيم الإخوان تجاوز مئات الألوف وأن الأمر ده خطر جداً على التنظيم وأنه يفضل أن يكون التنظيم عدد أفراده خمسين ألف بس بس يبقوا كلهم عسكريين يسمعوا ويطيعوا على مستوى معين من التأهيل لفعل عسكري هو بيفكر فيه وأعتقد الرئيس السيسي كان واضح في الحديث عن مسلسل الاختيار وما خرج من رسائله في أنه التهديد كان حاسماً وواضحاً وكاشفاً لبنية الرجل الفكرية وقناعاته الشخصية التي صدقتها هذه التسريبات طيب أنا أستأذلك هروح للفاصل وهرجع بعض الفاصل هحاول أفهم إيه هو الفعل المسلح اللي كان بينتويه خيارة الشاطر يعني أنا متذكر كويس بقى مش بس الاختيار لك أنا متذكر كلام الرئيس وهو بيقول على خيارة الشاطر إنه قعد معك خمسة واربعين دقيقة وبيشاور طبعاً حتى لا يسجل لي فبيشاور بيعمل كده طول الوقت أصل البلد أصل هيحصل أصل إحنا بنحذركم فبيشاور إنه إحنا هنضرب يعني تحديد سليح يعني ناصح اسم الله علي بيكلم عزيزي دفاع بيعمل له كده قلتم إيه الغباوة دي وفاصل ونكمل الكلام يعني كسراً للهام بأقل أهمية كنت بتكلم مع ضفنا العزيز أحمد باد على الفجوة الطبقية اللي ما بيننا وما بين عيالنا واضح إن فيه فجوة طبقية مش بس فجوة أجيالي يعني بس أبقى أكلمكوا عليها بعدين خلوني أجدها الترحيم بضفنا العزيز زواليكو صديقي الرائع لأن أنا أحبه فعلاً من قلبي يعني وأثق فيه ثقة غير طبعية الباحث المتخصص البارز الواقعي المنطقي في شؤون الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو الإسلام السياسي اختار اللي أنت عايزه هرجع على خارة الشاطر اللي احنا وصفناه بالزكاء البالغ وهو يجلس مع وزير دفاع مصر أنا زاك اليشاور كده فاكر منه كده يعني بيقول سيم زاكي لكن إيه الفعل المسلح اللي كان بينتوي يعني أفهم من ذلك أن هناك تهديد الكل في مصر كان يتأكد تأكد تأم إن الجماعة لن تسكت بحال من الأحوال على تلاتين ستة أو على بيان تلاتة سبعة لكن بنظرتك المدقيقة كباحث متخصص في ذلك كانوا هيعملوا إيه شوف حضرتك خيرة الشاطر كان يتصور في نفسه وكان تتصور فيه الجماعة إنه يملك يعني أطلق عليه البعض يوسف هذا العصر في إطار ما يسمى أنا بسميه التصنيم يعني صناعة الصنم فيه خلل كبير أوي في تصور كتير من الإسلاميين عندهم لو حضرتك تبعت هتلاقي كتير أوي من المحسوبين على ما يسمى التهار السلفي أو التهار الإخواني أو التهار الجهادي خصوصا على مستوى القيادات وربما الأفراد تلاقي فيه ميل للعلوم الطبيعية يعني طب هندسة صيدلة هتلاقي الحكاية دي كتير جدا فالعقلية دي ما احترمنا الكامل لكل هذه المهن ولأصحاب هذه المهن وإسهاماتهم في مسيرة مجتمعاتنا وتنميتها إلا أنهم صلاتهم بالعلوم الاجتماعية إلا ما رحمة ربك تبدو مقطوعة وبالتالي قدرتهم على النظر للواقع دايماً بتبقى خضع الفكرة الحدية يعني يبيض يسود معادلة لها طرفين في رقم بالزبط خير الشاطر بيفكر بالطريقة دي ويبدو أن الطريقة دي كانت طروق للطيف المتطرف بدءاً من السلفيين للإخوان للجهادين لأنك لو كنت وأكيد حك تذكر كويس لقاءات مع بعض رموز الطيار السلفي قد إيه كانوا بيثنوا على هذا الرجل أنا هرجع حضرتك في 2012 إيه عشان أشرح بس خير الشاطر كان بيخطط لإيه كان فيه هيئة اسمها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح آه طبعاً ارجع حضرتك لأسماء أعضاء هذه الهيئة تلاقي الطفل المتطرف بدءاً من السلفيين للإخوان للجهادين لكل النوعيات جواه صورة استاذ القاهرة في 6 أكتوبر كانت داخل هذه الهيئة خير الشاطر كان بيعبئ ما يسمى بالصف الإسلامي كله أنه حانة اللعظة الحاسمة وأن الدولة الإسلامية قادمة والدولة دي لعليه حازم ولا على إيد مخيون على إيد أنا خيراً أنا القادر على أن لعب هؤلاء العلمانيين والملاحدة و و بطريقتهم لأن أنا جاي من نفس الأرضية أنا يساري وعارف ألعبهم فالعلاقات مع محمد الزوهري قائمة علاقات مع السفيف يوم يوم 5 7 بعد بيان 3 7 ارجع لبياء الاجتماع السلفية الجهادية في سينا 48 ساعة كانوا بيقولوا اللي كان هيعملوا خير الشاطر يعني يتوعدوا الشعب المصري بالويل والثبور وعظائم الأمور نتيجة هذا التخطيط ونذكر بقى للوقع بتاعة حياة الخطف والمخطوف والقصة بتاعة الجنود وغيرها أمام خط متصل هؤلاء يجتمعون على هدف واحد لذلك أنا يعني من خلال هذا المنبر المحترم بتحضرتك عايز أحذر من أن الدولة المصرية لا يجب أن تخطئ نفس الخطأ مرتين السماح للتغاري السلفي بأن يتمدد من جديد في الحياة المصرية هو كأنهم بيحرصوا الأرض من جديد للإخوان لأن كل هؤلاء يعملون لدولة واحدة ولتصور واحد أما أبقى في مدينة زي مدينة الشيخ زايد وفي مربع كيلو متر مربع أتنقل من المسجد ده للمسجد ده أروح عشان أصلي الجمعة ألاقي الخطيب سلف أتنقل من هنا أروح ألاقي الخطيب سلف الجامع اللي بعده خطيب سلف إيه الحكاية طب مش في خطبة موحدة شرف النظر الخطبة الموحدة أنا من ميكانزمات الخطاب طريقة الخطاب الأسلوب الدعاء في حاجات كتير قوي بتتعامل إحنا نعرفها يعني وفي دعاء كتير ممكن ملغز يعني يفهمه المصليين وهو عارفه وبيقول إيه خطيبها لحضرتك فإحنا بنعمل إيه إحنا بنعمل إيه ماشي أنا فهمت اللي تقصده كويس يعني هذه رسالة لما يهمه الأمر في النهاية هم يعملون لهدف واحد خيرة الشاطر كان هذه القيادة المتوهمة لكل هذا الطيف وبيلعب بكل الأوراق طيب الوقت اللي أنا فيه ده خيرة الشاطر في السجن وقيد محاكمات على قضايا إن هي ليست واحدة ولا اثنتان ولا حتى تلاتة قضايا وغيره كتير زي محمد البلتاجي إلخ 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 لكن يجي سؤال وهل انتهت أحلام الإخوان خلاص يعني هل أقدر أقول الإخوان في مصر لم يعود لهم حلم لم يعود لديهم أمل في العودة بشكل أو آخر ولا التصور ده تصور خاطئ بالكلية تصور خاطئ بالكلية حلو ليه؟ الإخوان جماعة في تقديري يعني أطوار حياتها انتهت تنظيميا لكن إحنا متكلم إن هذه الفكرة قادرة على التمظهر بعنوين مختلفة وهي أقرب إلى الحرباء تتلون بحسب المحيط اللي هي عايشة فيه النهاردة العالم كله أو كل المتابعين بيتابعوا معركة بين ما يسمى بجابهة إبراهيم مونير وجابهة محمود حسين حلو الشهدى خل الناس يعني تشترى خل الناس تهتم بيه واتبعوا عن كثب وتقول إن الجماعة خلاص انقسمت لثلاث أقسام مجموعة مع محمود حسين ومجموعة مع إبراهيم مونير ومجموعة مع محمد كمال ده عمل كده زي بيان محمد حسن البنة بالتبرق من النظام الخاص آه ده مش هد كويس قوي قيادة السجون هنا هل قالت يعني مؤخرا كان فيه كلام عن إن لأ خلاص الأمور دالت لإبراهيم مونير ما فيش حاجة إحنا عندنا مجموعة تنظيمية اسمها مجموعة إبراهيم مونير ومجموعة تنظيمية اسمها مجموعة محمود حسين واللي اتنين جزء من دولاب مصالح أموال وإعلاقات وأجهزة والمسألة ماشية ودي بقى تسبوبة كبيرة في ناس عايشة عليها مش دي قصتنا خالص قيادات السجون أولا لن تحسم الأمر وتقول أنا معداء أو معداء إطلاق هتفضل بتحافظ على ما يسمى بالغموض البناء الصمت ليه؟ لأن ده كويس مفيد خلي الناس خلي وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية تنشغل بالقصة دي أنا قصتي إزاي أستعيد تمظهر جديد أدخل مساحات جديدة أدور على طرق جديدة للنفاذ للمجتمع وللمؤسسات زي ما أنا تعود بمعنى أن أنت هتبص مثلا تدخل على بعض الجروبات اللي هي موجودة على الفيسبوك أي مصك اللي واحد مراخب أو مهتم بالملف يعني زي ما قوله ما بيأكلش ما بيبلعش خدت بالك فتلاقي أنت عايز تتعب شواهي في التحليل فتلاقي في وسط كده حد زي يعني بيقول إشارة تؤكد أنه هو بيلعب في المساحة دي بتاعة قناعات الناس ونشر حالة من اليأس والإحباط وهو إلى آخر شغالين في اليوم ميديا كويس أوي شغالين في ما يسمى بالتنمية البشرية والكويس أوي ودي اللعبة قديمة طالما أتقنوها شغالين في ما يسمى بالإرشاد الأسري والناس زعلانين عشان حالات الطلاق بتزيد فبيشتغلوا في الإرشاد الأسري شغالين حتى في تحفيز القرآن يعني أقول لك هنحفظ القرآن بس مفيش حاجة من خط ودي مش دعوة للناس ما تعفاش القرآن لا وكويس مبادرة الأظهر الشريف في أن هو يتيح مصارات محترمة لتحفيز أولادنا القرآن ده شيء يستحق التحية لكن علينا أن يكون ناقذين لأن هذه الجماعة هي تنظيم سياسي عينه على الحكم يتوسل بكل الوسائل ويلعب في كل المساحات الممكنة وسيبقى كذلك يمارس شكل من أشكال كمون وبيسيب فريق يلعب بره بالطريقة اللي تخليه يعني إيه بس زي اللي بيسخن عشان اللي يخطو تفضل موجودة لكن هل تخلى عن الحكم أبداً هل تخلى عن الأحلام أبداً طيب زمان كان فيه فراغات هذه الفراغات سمحت للتنظيم بأنه يملأها يعني فراغات اجتماعية يعني فراغات مثلاً في النظام الصحي فيعمله مستوصفات فراغات في النظام التعليمي فيعمل مراكز للدروس القصصية ويوزع ملازم وياخد باله من الولاد النظام الاحتواء الجامعي فيجيب مجموعة شقف بين الصرايات وما شبه بجوار الجامعات الكبرى ويأجرها بأقل سعر ممكن عشان يبقى شفت التنظيم بيحبك ولو أنت مش في التنظيم شفت إحنا حلوين إزاي إبقى تعالى بقى إلخ 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 هذه الفراغات أصبح واضح للجميع أن الدولة بتملاها مقدرش أقول خلصت تماماً كل المهمة لكن شغالها بقوة وبمنطقة السرعة وده العكس يعكس للدولة فهم الطريقة أحسنت إيه اللي ممكن ينفذ أو تنفذ منه الجماعة أنا بحيي حضرتك على السؤال ده الفراغ المهم جداً 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 الذي ستستغله الجماعة هو الفراغ التربوي الفراغ التربوي بمعنى إيه عملية التربية يعني مسؤولية مؤسسة التربية والتعليم وليه مؤسسات تنشئ الإعلام الثقافة المؤسسات الدنيا زي الأزهر والكنيسة كل ده مساحات أنا أزعم أننا يعني ما قطعناش فيها أشواط تكافئ ما قطعته الدولة في مساحات أخرى يعني النهاردة أماني اللاقي ديزني بتتكلم عن برامج هت هتدخل في مساحات لا أخلاقي أما نشوف حضرتك لو بتتبع مؤسسات إعلامية كبيرة زي أنا مش عايز أسمي بتلح على القضية دي في كل البرامج مثلا طول الوقت طول الوقت هتدخل حضرتك وهي يعني مضرب المثل في المهنية والمصداقية المساحات دي عايزة حد يشتغل فيها إحنا في النهاية هنبقى خايفين على أولادنا خايفين على مستواهم الأخلاقي خايفين على القيم بتاعتنا وأعرفنا مين بشتغل هل التعليم النهاردة هل وزارة تعليم بتبزي الجهد في المساحة دي أزعم لا هل وزارة الإعلان بتقوم يعني ما تنقلناش إحنا لسه من مساحة حديث الروح خمس دقايق لمساحة برامج دينية مختلفة محتاجين هذا الاختلاف تمكن تمكن لفكرة الترقي الأخلاقي أنا عايز وده أنا مش أنا محتاجة أشوفه في الشارع حضرتك بتشوفه في الشارع في النهاية ستبقى مساحات وصغرات لهذه الجماعة وأتصور أن خطوة الرئيس بالحديث عن الحوار الوطني وإطلاق حالة من حالات الحيوية داخل المجتمع المصري قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح نورت وشرفت وأفت وأزدتنا وأسعدتني بشكل شخصي شكرا شكرا ربنا خديك كل شكرا لك كاتبنا وباحثنا الكبير لأستاذ أحمد بان الباحث المتخصص بالمناسبة والأمين في شؤون الجماعات المتشددة والإسلام السياسي دايماً أقول لك ليه ما تستخدمش يا جماعات أصولية دي جاية من المصطلح بتاع فاندمانتلز اللي كان تم سكه في بداية التمانينات وأواخر السبعينيات في الصحف الأمريكية تحديداً فاندمانتلز يعني أصولي هو لا عيبة أن تكون أصولياً والعودة للأصول لا عيبة فيها هي كل اللعيب في أنك أنت هتستخدم العودة للأصول لتمرير أفكار عنيفة أو متطرفة أو متشددة فأنا دايماً عشان كده أقول لك يا جماعة ما تستخدمش كلمة الجماعات الأصولية اسمها جماعات متشددة اسمها جماعات متطرفة اسمها جماعات إرهابية سميها زي ما تسميها بس ساعة ليك النبي يا أخي ما تقول أصولي على كل حال مش دي نقطة الكلام لكن هيجدد اللقاء بالتأكيد مع ضدنا العزيز أحمد بان مرة واثنين وثلاثة بإذن الله وعشرة نورتونا بحسن المتابعة نستأذنكم إن احنا نكتب حلقتنا النهاردة ويكون بقيق معاكو كريم رمزي وبرنامج الرائع رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر بإذن الله سبحانه وتعالى نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات